من تشرين الأول هو الموعد الرسمي المقترح للعيد الوطني في العراق التاريخ الذي خرج فيه العراق من الانتداب البريطاني وأصبح دولة مستقلة ضمن عصبة الأمم أو الأمم المتحدة حاليا السابع والخمسون هو تسلسل العراق أنذاك ضمن عصبة الأمم وزارة الثقافة اقترحت هذا الموعد للاحتفال به عيدا وطنيا للدولة العراقية هذا اليوم يوم مهم في تاريخ العراق حدث في 13.1932 أن نال العراق استقلاله وأن دخل وانضم إلى عصبة الأمم وهذا الدخول والانضمام يعني أن هناك سيادة كاملة واعتراف كامل من المجتمع الدولي آنذاك بالعراق مجلس الوزراء صوت في جلسته الماضية على هذا الموعد كمناسبة وطنية منفصلة عن قانون العطل الرسمية العراقيون ربما يجمعون على هذا التاريخ كونه مناسبة لمختلف المكونات والطوائف والأعراق والقوميات في البلاد سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد